وعد الله سبحانه وتعالى عباده في القرآن الكريم بأربعة وعود ربانية وهي الوعد الأول استجابة الدعاء قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن المتأمل في هذه الآية يرى أن الله يحب الدعاء ويأمر به ويعد بالإجابة عليه وهناك روايات عديدة عن أهمية الدعاء فقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه أجاب عن أفضل العبادات بقوله ما من شيء أفضل عند الله من أن يسأل ويطلب مما عنده وما أحد أبغض إلى الله عز وجل ممن يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما عنده الوعد الثاني الذكر بعد الذكر قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون والذكر يكون بالعبادة والطاعة ففي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال الله تعالى أذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي الوعد الثالث الزيادة بعد الشكر قال تعالى وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد يقول الله تعالى في الآية الكريمة لعباده أن شكره على نعمه وعطاياه يكون سببا لزيادة النعم وكثرة العطاء واستجلاب للخير ودفع للنقم والبلاء فعن أمير المؤمنين عليه السلام قال إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفر أقصاها بقلة الشكر الوعد الرابع الرحمة والمغفرة بعد الاستغفار قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يوجه الله تعالى في الآية الكريمة لعباده رسالة مهمة مفادها أن الاستغفار يفتح للإنسان الكثير من الأبواب المغلقة ويعود عليه بالكثير من الخيرات ويمنع عنه الكثير من البلايا والشرور ويدرأ به عنهم العذاب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة